السلام عليكم يا اهلا بكم في فيديو جديد. خلال اليوم اللي فات وجالت علاقة كتير بخصوص ان فيه زردود بي ما باتش شغالة معهم على متجر جوجل بيلي. وكنت وعدت الناس اللي انا رضيت عليها اني هتواصل مع الدعم باشرة علشان نشوف حل للمشكلة دي. المهم ان حل المشكلة دي في انك تغير البلد في حساب الدفاعات في جوجل بي. جوجل بي طبعا هي المسؤولة عن الدفع في جوجل عموما. سوى بها كنت تدفع في او بتدفع خدمات ايديوب او بتدفع في اي خدمة من خدمات جوجل عموما. طيب الطريقة ازاي? الطريقة ممكن تنفذها من على الكمبيوتر وممكن تنفذها من على الموبايل. مبدايا كده رابط تسجيل في تطبيق للحصول على فيه زردود بي بشكل مجاني في العرض الرمضاني بتحصل عليها بخصم ستين في المية زائد خمسة دولار ردية من الرابط الموجود في وصف الفيديو وموجود في تعليل المثبت. والعرض ده هينتهي بانتهاء الرمضان ان شاء الله. يلاك الخمسة دولار ردية كده كده تحصل عليهم لان بسجل من الرابط اللي موجود في وصف الفيديو. وخلينا اشرح لك سريعا كده ازاي تعمل الكلام ده من على الكمبيوتر اول وبعد كده اقول لك تعمله ازاي من على الموبايل. مبدايا كده انا دفعت مبارح تمام? قال من خمساشهر ساعة تقريبا. دفعت بنفس الطريقة اللي انا بقول لك على دلوقتي دفعت اتنين دولار في خدمة شكرا على لقناتي تمام? باستخدام الفيزة اللي بتنتيه بتمانية خمسة خمسة تلاتة تمام? المهم من على الكمبيوتر بدخل على حساب جوجل بالشكل ده. وبعد كده عندك النقطة اللي في الشمال دي تضغط عليها تختار ادارة الحساب تمام? من هنا كده عند صورتي. طبعا ندخل على نفس الحساب اللي انت مسجله على التليفون بتاعك على جوجل بلاي تمام? وبعد كده نختار من هنا الدفعات والاشتراكات. وبعد كده اظهر طرق الدفع. وبعد كده اروح على الاعدادات تمام? طرق الدفع بالنسبان اضاف الفيزة بتاع روز باي تمام? طبعا معظم الناس اللي انتبع معي عارفة ان الفيزة بتاع روز باي بتنتهي بالرقم ده اللي هي خمسة خمسة تلاتة تمام? هنضغل الاعداد بالشكل ده. وهنافل الملف الشخصي للدفعات تمام? اغلق بالشكل ده. انا بقول لي دخل كلمة المرور التأكيد. ماشي. دفعات تاني باي بلد تانية تختلف عن مصر تمام? سبب الغلاق اقتر له اي سبب. لم اقعد بحاجة الى زم ملف تمام? متابعة بالشكل ده. افنى الملف الشخصي للدفعات تمام? طيب دلوقتي هندخل على جوجل بي مرة تانية بنفس الطريقة. وهنقول له اضاف طريقة دفع. هنضيفنا الفيزة وهنضيف العمام بتاعنا. وفي البلد هتحط اي بلد غير مصر. ونفرض مسلا امريكا. لو ما قابلش معك اعمل في بينا على المتصفع ده تمام? انا بالنسبale عملت فيب اين. اه دي الاضافة بتاع الفي بي ان. الاضافة بتاع الفي بي ان دي بتشتغل على المتصفح اللي انت عليه بس. مش على الكمبيوتر عموما يعني تمام? اه دي الفي بي ان. هسيب لك الرابط بتاعه. اسفل الفيديو. او هسيب لك اسم الفي بي ان انت بحص عليها تمام? اه دي الفي بي ان. بيستخدومها سبعة مليون مستخدم. انا بالنسبالي عشان ضيفها. انت بالنسبالك تعمل اضافة لك روم وتثبت الاضافة. تعالني viene معك برضو. تمام? مش مشكلة. اضافة لكروم. تثبيت اضافة. وبعد كده نضغط على رمز الفلاش ده كده. تمام? وعندك في بي ان مجاني. ماشي نقفل دي. قادي رمز الفلاش. وعندك في بي ان مجاني. تمام? نضغط على رمز دابوس ده. ازهر معنا. نضغط على العلامة دي. وبعد كده نقول له متابعة. البداية. وبعد كده نختار منها البلد. مسلا. تمام? جاب لي اكتر مكان. جاب لي ومش عارف ايه تاني كده. تمام? اخترت انا وضغط على مفتاح الباور ده كده. لحد ما اعمل توصيل. تمام? تمام. طيب هنرجع بقى لحساب جوجل بي. ونضيف الفيزا بتاعتنا عادي. ادي الفيزا بتاعتي. تمام? ظهرت البيانات بتاعتها علشان انا كنت احافظها قبل كده. وادخل او وبعد كده البلد. هو كنجيب لي مصر تلقاي اللي انا اختار بقى دلوقتي الولايات المتحدة. اه دلوقتي المتحدة. نضيف الفيزا من تاني اوكي. وهنا في سطح الانوان بقى ادخله اسم الولاية اللي اخترتها. فرجينيا فرجينيا المدينة فرجينيا الولاية هاختار فرجينيا. والرمز البريدي هكتب الرمز البريدي. زيب فرجينيا زيب كود. تمام? هزال لي رمز بردية كتير اختار اي رمز منهم. وهجينا هحط الرمز البريدي. قبله تمام. وبعد كده يقول له حفظه بالشكل ده. كلم جميل. تمت عملية اعداد جوجل بي. دلوقتي بقى ممكن اطفع عن طريق جوجل بي بدون ادى مشكلة في جوجل بي او في اي خدمة من خدمات جوجل عموما. كلام جميل. طيب الكلام ده بنعمله على الموبايل ازاي? طيب اه دي مطجر جوجل بتاعي. تمام? وتأكد هنا ان انا مسجل دخول بنفس الحساب اللي انا محتاج اضيف عليه الفيزر بتاعتي. ده مش الحساب. اضغطينا عشان ابدل. قادر حساب بتاعي. تمام? اللي هو الحساب ده. كلام جميل. طيب دلوقتي هدخل على متصفع جوجل. جوجل كروم. واكتب جوجل. دخلت على جوجل. اغير برضو الحساب من هنا. قادر الحساب. اتأكد ان اوقف الحساب اللي انا هضيف عليه وسيلت الدفع بتاعتي. وبعد كده النقط دي. نفس الخيارات اللي كانت على الكمبيوتر هي هي بعملها من على الموبايل. بس احنا نطبقها برضا مع موبايل. عشان الناس تبقى مطابعة معنا بكل تفصيل. تمام? هنسحب كده ونختار من هنا الدفعات والاشتراكات. اضغط طرق الدفع. اظن كده الدنيا وضحت تمام. اثبات هويتك اوكي. وتابعة. اثبات هويتك. نعمل ناثبات الهوية. تمام. نفس الصفحة اللي فتعت معها للكمبيوتر هي هي نفس الخطوات هي تمام? هتعمل بقى اغلاق من ملف الشخص اللي دفع تمام? بنفس الطريقة. وبعد كده تعمل اضافة ملف جديد بنفس البيانات اللي اللي عليها. وبالنسبة لفي بي ان هتدخل على متجر جوجل بلاي وتكتب في بي ان فري. تمام? في بي ان فري. ده اللي هنسيبك منه. تمام? هنستخدم احنا اول واحد ده. ده مستخدمه مية مليون واحد. تمام? اللي هو الاقصر امانا ده. هتعملوا تثبيت وتفتح تطبيق وبعد كده هتدخل تغير الاعدادات وتغير البلد لامريكا او الصين او اي بلد تانية غير مصر. وبعد كده في البنات بتاعتك هتلاقي الفيزة اشتارت معك على جوجل بلاي وجوجل بي عموما بدون اتنى مشكلة. بل حتى كده انتها الفيديو بتاعنا بتوفيلكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.